تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة رئيس الدكتور محمد مزير رئيس جمهورية المالديف هذا وجاف ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضيبية اليوم بحضوره سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة سيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء معلي سيد موسى زازمير وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف الذي نقل تقديرا واعتزازا من فخامة رئيس جمهورية المالديف إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما حمله سموه تحيات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى فخامة رئيس جمهورية المالديف واشار سموه إلى ما تشده مسارات التعاون المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف من نماء وتطور يسهم في الانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدما ومؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك على كافة الصعود بما يحقق الأهداف والتطلعات المرجوة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء بحث سبول توطيد العلاقات الثنائية على كافة الصعود والسعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية من جانبه عربا معالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف متمنيا للمملكة مواصلة التقدم والزهارة مملكة المنزوية المادادية مملكة المنزوية المستشترك جاديا مملكة الملاد ment大的 احبار بالتحدث